موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديدة أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بجونيف الدورة المحورية الذي تطلع بي المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب جنوب خصوصا في مجال السيادة اللقاحية وأوضح الوزير في كلمته خلال جلسة عامة للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تنعقد في دورتها السبع والسبعين أن المملكة تعبل في هذا السياق على إتمام المشروع الهيكلي المتعلق بإنجاز مصنع اللقاحات الذي سيساهم في تأمين السيادة لقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية وقال الوزير إن الأزمات الصحية الأخيرة التي واجهناها في سياق دولي صعب ومعقد يتسم بعدة تحولات جيوستراتيجية تحتم علينا أن نجدد التأكيد على ضرورة العمل على وضع حد للمخاطر المترطبة عن هذه الأزمات والاستثمار بشكل أكبر وفعال لتطوير وتعزيز سيادة صحية وطنية وقارية نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيفنا الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية والوبائية الدكتور عبد الحفيظ العلو دكتور أهلا وسهلا بك مساء الخير وشكرا على دعوتكم الكريمة أهلا وسهلا نبدأ إذن بدور الدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون جنوب جنوب على المستوى الصحي طبعا وخاصة فيما يتعلق بتحقيق السيادة اللقاحية هذا التعاون جنوب جنوب هو يشكل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة في كل الميادين الاقتصادية والتجارية والسياسية وبصفة خاصة في المجال الصحي حيث أن مساهمة وزير الصحة سيد عيد طالب في الاجتماع للمنظمة العالمية للصحة بجنوب في دورته سبعة وسبعين أكد على أن المغرب يساهم في تعزيز السيادة الدوائية السيادة الصحية بصفة عامة والسيادة اللقاحية بصفة خاصة إذن هذا هو التوجه المغربي فيما يخص مساهمته على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإفريقي وبالمناسبة تمت الإشادة بما يقوم به صاحب الجلالة وبالأوراش الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية لكل المواطنين والمواطنات وكذلك تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وهذا ورش ملكي كبير يتم تفعيله الآن من طرف الحكومة نعم طيب المملكة المغربية يعني تعمل في هذا السياق على إتمام المشروع الهيكلي هو مشروع بن سليمان الذي طبعا يتعلق بمصنع لتصنيع وتعبئة لقاح كوفيد-19 وكذلك لقاحات أخرى كيف سيساهم هذا المشروع في تحقيق هذه السيادة لقاحية وطنيا وقاريا هذا مشروع كبير يرعاها صاحب الجلالة وهو يأتي في إطار الشركة بين المملكة المغربية وجمهورية السين الشعبية بشركة مع أبنك مغربية مع شركة مغربية مختصة في صناعة الأدوية وزارة الصحة وكذلك مع بعض الشركات الأجنبية لصناعة الأدوية إذن هناك شاركة قائمة وننتظر أن يفعل هذا المشروع لصناعة اللقاحات ليس ضد كوفيد-19 فحسب بل بالنسبة لكثير من الأمراض ولقاحات أخرى لتزويد السوق الوطنية ولكن كذلك لتزويد السوق الإفريقية لأنه لا يمكن أن نضل في هذه الإطار في هذا الإطار الوطني في حسب بل أنه لا بد من التفكير في السيادة الدوائية وفي السيادة الصحية على الصعيد القاري على الصعيد إفريقيا والمغرب بالنسبة إليه إفريقيا هي من الأولويات في سياستها الخارجية نعم طيب ملف الصحة ومسألة الصحة ربما هي من أكبر التحديات اليوم في القارة الإفريقية وكما قال وزير الصحة أيدي الطالب قال بجونيف بأن القارة الإفريقية تتحمل لوحدها ما يناهز ربع العب العالم للأمراض المعدية والمزمنة كيف هو الوضع الصحي اليوم في القارة الإفريقية في القارة الإفريقية نحن أمام تحديات كبرى وقد لمسنا ذلك مع الجائحات كورونا بالإضافة إلى الأمراض المعدية المعروفة كمرض السيداء كمرض أبو حمرون كمرض شلل ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك تغيرات ملاخية أدت في جانب الآخر إلى تعزيز وصعود أمراض معدية منها أمراض القلب والشرايين ومرض السكري وكل أنواع سلطان إذن هذه تحديات أمام الحكومات الإفريقية ونحن كذلك نسعى إلى تجاوز هذا الوضع ولذلك فالمغرب سيحتضن معتمر إفريقي في شهر نومفير المقبل لوضع استراتيجية على السعيد الأفريقي لتبادل التجارب وللابتكار ولوضع كما قلت استراتيجية على السعيد القرى الإفريقية فيما يخص العمل في المجال الصحي والمجال لصناعة الأدوية وصناعة اللقاحات نعم طيب في ظل هذا الوضع الوضع الصحي طبعا في إفريقيا ما الذي يعيق أن تحقق القارة الإفريقية اليوم هذه السيادة الصحية الوطنية القارية إفريقيا ما العوائق لابد من التذكير لابد من التذكير بأن هناك عجز كبير في مجال صناعة الأدوية واللقاحات ونذكر بأن هذا المجال الصيدلي في هيمنة للشركات المتعددة الجنسيات التي هي التي تحتكر الصناعة الدوائية على الصعيد الدولي ولها مجال للبحث العلمي والبحث الصيدلالي وهذا يتطلب ميزانية كبيرة لتمويل هذا البحث ولتمويل كل ما يتعلق بصناعة الأدوية وإفريقيا الآن هي متجهة نحو هذا التعاون جنوب جنوب مثال مع السن الشعبية مثلا وهناك دول أخرى في إفريقيا كالمغرب تسعى إلى إعطاء أهمية للصناعة المحلية للأدوية وخاصة كما يقال الأدوية الجانسة لتمانيها منخفض ولكن بنفس الفعالية هذا يتطلب تعاون ما بين الدول الإفريقية ومع الأسف نحن لنا مشاكل فيما يخص تمويل السوق الإفريقي من حيث المواد الأولية والتي هي تأتينا من أسيا خاصة من الهند من الصين ومن بعض الدول الأسيا وهذا مشكل تعرف كثير من الدول حتى الدول الأوروبية تعرف هذا المشكل إذن نحن متشبتون بهذا العمل متعدد الأطراف كما قلت وتعاون جنوب جنوب للتغلب على هذه السعب وعلى هذه الإكرهات لضمان السيادة الصحية والسيادة الدوائية في هذا الإطار ما أهمية الاستثمار بشكل أنجع من أجل تحقيق هذه السيادة الصحية للقارة الإفريقية وكذلك ضمان الصحة العامة للمواطنين الأفارقة وتحقيق هذه الصحة لإفريقيا الغد هذه من تحديات لكل الدول ما نسميها بالدول النامية دول الإفريقيا بصفة خاصة مشكلة تمويل المشاريع الصحية وإعطاء أهمية للقطاعات الصحية والاجتماعية بصفة خاصة ودائما نلاحظ أن هناك عجز لا فيما يخص الموارد البشرية ولا فيما يخص العرض الصحي وكذلك فيما يخص صناعة الأدوية واللقاحات وحتى المنظمة العالمية للصحة الآن تدرس إمكانية تمويل هذه البرامج لدعم الدول الإفريقية خاصة منها الدول الفقيرة لأن تتمكن من الحصول على اللقاحات الضرورية وعلى الأدوية الضرورية والمغرب ولله الحمد منفتح على هذا التعاون مع الأشقاء الأفريقاء بتعاون مع منظمة العالمية للصحة وأكيد أن هذه المنظمة كذلك تسعى إلى جلب استثمارات من الخارج ومن الدول الكبرى التي لها موارد مالية كبيرة لتمويل برامجها على الصعيد الإفريقي مثلا نعم طيب المملكة كما قلتم ستحتضن المؤتمر الدولي الرابع للصحة العامة لإفريقيا في نوامبر المقبل ما أهمية هذا الحدث لأنه طبعا سيكون مناسبة لبحث استراتيجيات النظم الصحية لإفريقيا هناك اقتناع والكل يعرف بأن السيادة الدوائية السيادة الصحية السيادة اللقاحية لا يمكن أن نحققها على صعيد دولة أو صعيد بعض الدول بل على الصعيد القاري وهذا يتطلب تعاون ويتطلب البحث عن استثمارات في هذا المجال وكذلك تبادل التجارب وهنا يأتي هذا الاجتماع المقبل في نوفمبر والذي ستحتضنه المملكة المغربية لوضع استراتيجية كما قلتم على السعيد الإفريقي وتبادل التجارب بين الأطور الطبية والصيدلانية وكذلك العمل على تشجيع البحث الصيدلاني والبحث العلمي والبحث الطبي وفي الابتكار والآن الكل يتحدث عن السيادة الرقمية وهذا كذلك يتطلب أن تكون هذه الرقمنة في المجال الصحي شيء ضروري والمغرب أخذ على عاتقه أن تكون هناك أولوية تعطى للرقمنة فيما يخص التدبير للقطاع الصحي وذلك لمصلحة المريض ولمصلحة المواطن دائما لتتبع الأمراض وتتبع حالته الصحية نعم بالموازة مع ذلك نذكر بأن المملكة يتسير بخطة واثقة فيما يتعلق بمشروعها المجتمعي مشروع الحماية الاجتماعية الحمد لله هناك كما قلت ورش ملكي بأجال محددة بميزانية محددة بأهداف محددة والآن نحن الآن في مستوى تفعيل هذا الورش الملكي لتعميم الحماية الشمعية وتعميم التغطية الصحية وإصراح المنظومة الصحية بالإسماع الوطن العزيز هذا القدر الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية والوبائية الدكتور عبد الحفظ العلو شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات شكرا ومع تحياتي الخالصة شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة